إذن بالتزاون مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يحتفل به العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام سجلت دولة الكويت تقدما ملحوظا في مؤشرات مدركات الفساد وذلك من خلال الإجراءات الحكومية الفاعلة المتخذة لمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والتي تم ترجمتها أخيرا عبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزهها خطوات متسارعة خطتها دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الحكومية الفاعلة والتي جاءت تنفيذا للرغبة الأميرية السامية بتحقيق نقلة تنموية تجعل الكويت محط أنظار العالم في التنمية والتجارة وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد شدد اغبراء قانوني على ضرورة تهيئة بيئة خصبة للأعمال والتنافسية في الكويت الفكرة في الاتفاقية أن بيئة الفساد تقوى في الظلام إذن كلما كان هناك شفافية أكثر كلما كان دور الفساد لنقل أصعب من له مصلحة يعلنها عندما يعلنها سوف يتردد هو في التصرف بشكل يخالف القواعد واحد هل تفعيلنا للاتفاقية جيد أو لا اثنين هل منظومتنا القانونية أتت بالثماغ المرجوة منها أم لا قد يكون هذا أسلوب الأملي للاحتفال بهذا اليوم هذه التأكيدات صاحبتها دعوات لكبح جماح الفساد ورفع سجل الكويت عالميا على صعيد مؤشر مدركات الفساد والشفافية مستعيشادات بدور هيئة مكافحة الفساد في هذا الجانب نفتخر في أن تكون الخطوات الأصلاحية دائما تصدر من رأس الدولة ومن رمز الدولة في هذا الجانب لم يتوقف دور الحكومة إذا ما أردنا أن نستذكر في هذا الجانب على عملية الإحالة ولكن أيضا نتيجة هذه الإحالة ترتب عليها إحالة كثير من الملفات وغضايا كانت موجودة على مدى سنوات طويلة بين طروحات وشد وجذب ومعلومات متداولة أصبحت الآن أمر واقل وأحيلة إلى القضاء التحديات مستمرة في ميدان مكافحة الفساد وتطبيق اتفاقية الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة والتي وقعت عليها دولة الكويت فيما تستمر المساعي باستخدام الأدوات الفاعلة والإجراءات القانونية عبر الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال فلاح راشد تلفزيون دولة الكويت